اي لعب يتحول من ده لده سامير نصري اللاعب لو لعقليته او بالذات غروره لكان من افضل اللعيبة في العالم قبل ما نبدأ تنساش تعمل اشتراك و لايك فيالا بنا سامير النصري من اصول جزائرية لكن اخد الجنسية الفرنسية ويلعب لمنتخب فرنسا سامير النصري مش اكلمك عن بدايات وانا هكلمك مع اول ما انتقل الى ارسنال قدم اداء حلو جدا كل النس وكان حلو جدا 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 وكان عنده مهارات حلوة جدا لللاعب الوسط اللي يسجلك 15 جول ويعمل زيهم اسستات في نفس الموسم ويطلع وارسن فيك وقال لك سامير النصري هيكون خليفة زيداك وده اللي اداء لسامير النصري جال له حالة غرور متعرفش جال له حالة غرور متدرجة التالتة مفيش متغرف نفسه وشايف هو افضل لاعب في المتخب فرنسا وده اللي اداء في اوتوبيس فرنسا هنري كان رايح يعود في مكانه وكل الناس كانت محترمة هنري لانه خلاص بيقفل كريره او بيشتب كريره انه خلاص هيعتزل كبر ونصري كان لسه بيبتدي فمبتدى يعني فراحت خاني معاه على المكان وكل الناس منتخب فرنسا بقت بتكرهه بعدين جه برضه في ماتش ارسنو ما رضيش يسلم على مواطنه هو وليم مع انه عادي يسلم عليه سلم على كل العيبة الا هو وده الخط خلى برضه يكتر 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 لحد بقى ماجات صعبة جدا اللي هو مع اول عرض منتخبه انتقل الى منتشستر سيتي وكل الناس قالوا في ارسنل ان ده خائن وكل الناس في ارسنل كرهته وبيقولوا ده خائن روح الى لما راح عارة الى اجبلية النيدي عمل له تحليل وطلع بياخد حاجات ممنوعة او منشطات او حاجات ممنوعة وده اللي قده اللي هو توقف ست شهور راح للمحامي بتاعه وقال له انا عايز اعمل استقناف وانا ما عملتش كده انا ما اخدتش حاجة والمحامي قال له لو عملنا استقناف انت هتقعد سنة ونص لو طلعت فعلا انت اخدت تعاطات ففعلا عمل استقناف وطلع فعلا هو تعاطى واخد سنة ونص راكم في بيتهم بعدين رجع الى بوابة وستهم بعدين اعتذر بعدين رجع لنا بالمنظر ده لعب لو لا غروره ولولا اللي هو حس اللي هو اجمد لها في فرصة لكن اللاعب ده من افضل خط الوسط في العالم